بسم الله ده البيم بروجيكت اكسيوشن بلان تنبليت تبدأ ان تتملح البيانات ده صادر من اليو اس اف نوفيستي اوبساويس بلوردا خاص بالفصيلة المانجينت بس تقدر تعديل عدة عدلة بسيطة وتستخدمه في المشروع من بدايته من اول مرحلة ما قبل الدزاين ده صادر في فبراوري 2018 هتبدأ تملح البيانات بصوري سحالة عليك هنا بيدي معنومات سريعة عن البيم وعن البيم بروجيكت اكسيوشن بلان وبعد ذلك بتبدأ تكتبها اسم المشروع اللي هي الجامعة اسم المشروع ما كانو موجود فيه الانوان كندراك الطيب النوع بتاع العقد الوصف للمشروع اي معنومات ضخية الوصف للمشروع ما كانو موجود فيه اكتر من رقم يعني تكون المايك عنده رقم والشخص اللي في السلطة المانجة يبدي الرقم ثاني المراحل للمشروع يبدأ تكتب بناحل المشروع وبدأ امتى وانتهى امتى ومين اللي تشغل فيه الكلبرايشن تبدأ تكتب مثلا في واحد مسؤولة عن المعماري واحد مسؤولة عن الشيائي ورقم تلكفوناتهم واليميلات وكل واحدة عن بيم هنا اهداف تطبيق البيم فحنا هنا مركزين على الفسائلة منجمينت وبدأ تكتب ايه الاهداف من تطبيق البيم والحاجات العاصفة احنا محقوقنا نحتاجها يعني لو احنا مثلا هنعمل اعزين نقل المشاكل فاحنا محتاجين نعمل سريد كوردونيشن لو احنا مثلا نحتاجين نعمل ليد فاحنا محتاجين نحنا نزود التعاون بين اعضاء الفريق ونحاول نحقق ليد كريدت بالاستخدامات بتاعت البيم في كل مرحلة من المراحل طبعا التركيز في الفسائلة منجمت على الوغريت ملف كوبي في كل المعلومات وعندنا ركورد الموديلينج وعندنا ادارة للمسيحيات وادارة للوصول الوصول الاسد منجمينت غالبا الميكانيكال ايكيوب مينت ويكون ديها سريل نمبر هنا القواعد بتاعت التنظيم الشغل هنا نحن نتأكد ان الشغل سليم وانه مطابق للبيم اكستشامبلاند وانه فيه تكاون بين اعضاء الفريق وانه فيه مراجعة للموديل ومراجعة للمعلومات الموجودة فيه وانه مطابقة للشغل وانه فيه منافس كوبي فيه كل المعلومات وانه سامي الغرف متسميه بسيكوينس معين بحيث ان ما بقىش فيه مثلا ارقام مختلفة مثلا غرفة 100 200 300 وانه مفروض يبقى فيه كوبي فيه هنا نتكلم على ليد بيم كوردينيت هو هو الذي يعمل بين اعضاء الفريق وتأكد انه فيه شكله واضحة وانه كل شيء واضحة وانه يحتاجه تدريب او شغال بوقات ومشكله يقدر يدخل ويبدأ يحلها الـ construction team بمانجر ده مصدول انه يستلم اللوح من الـ consultant ويبدأ يعدل عليها ويبدأ يتأكد من ان ما فيش هاي مشاكل خالص ويبدأ يعمل update الـ coordinate ويبدأ يزود المعلومات ويبدأ يجهز الشغل انه يصدر لملافات الكوبي نتزام بيم ده برضو بتأكد من Because it's called and Section Team Recripts record Model نبدأ نساكل كل المعلومات التي نحتاجها في الموديل بمشاكل للعمل في فصائلات منجمم ويبدأ لي مهام معينة على بمانجمم فهي مثلا المهمات والكورواتيات المنجر اللو يحضر الاجتماعات بمانجمم الارتكت بيعمل موديلنج وبيعمل مراجع على شغل الاخرين والاستراكشور بيعمل موديلنج وبيلاجع ويتأكد من ان هو بتبادل معلومات مع المعماري ومع القهر ومجانيكل وكذا كل قسم بيبقى له مهمة معينة السستانبلاتي هو بشيبني حاجة بس يبدأ ياخد المعلومات من الناس ويبدأ يطلب منهم مثلا يعدل حاجة معينة كل مرحلة من المراحل بيكون لها اهدف معينة وقاعد معينة ويخرج منهم خلقات معينة فعندنا مثلا في مرحلة البريدزاين فانا مش مطلوب مني ان انا اعمل موديل كامل مطلوب مني بس ان انا قبل احط تفكير معين لبابنا شكل مبنى ممكن ان الكهرامكانيكل ما يبقاش فيه شغل خالص وبعد كذا في مرحلة السكماتيك بيبدأ نحط عسيات في الشغل ويفضل من الاول خالص ان احنا نبقى مجهزين الشغل الكوبي هابعمل ازاي فكل الناس المشتركة مع بعض من اول الشغل في ان احنا نطلع منتج نهائي في مرحلة الديزاين نبدأ نحط كل المعلومات الخاصة بالديزاين ويبقى معلومات الكوبي على قد ما عندنا نحطها لان ما كنكون فيه معلومات مع سبلاير ولسه متحددش وممكن كن فيه نقص في المعلومات فبنحط كل المعلومات المتاحة والمتفين عليها في بمكس شاملين في مرحلة الكونستركشن خلاص احنا نشغالي مع سبلاير فبنبدأ ندخل المعلومات كاملة ونعمل مرحلة الكونستركشن خلاص احنا ندخل المشروع ونبدأ نسلمه ونحاول نرفع شغل بتاعنا لـ LOD 500 أهو بدأنا نتحدث في موضوع LOD كل مرحلة مراحل تبقى LOD 200 300 فهنا أتحدث في الصل نصي في الموديل سيناء مثلا بشكل فلاني كل مرحلة من مراحل لديزاين مثلا 100 في design development 200 construction 350 هنا هيوصل لـ 500 وهكذا في بعيد الـ models الـ construction record BIM هنبدأ عندنا الموديل يكون فيه كل المعلومات ونبدأ نعمله ويكون فيه كل الـ information باش مجرد شكل 3D هنا يتكلم بها على كل مرحلة من الـ LOD 100 بيكون فيها مجرد الحاجة بدون ذكر الـ volume أو location هناك نقص في المعلومات هنا لأننا لسه نتخطط للفكرة فممكن ارسل حاجة اقول لنا وليس لدينا مجرد شكل محدد شئيس على اللوحة فنلسه نفكر في الموضوع الـ LOD 200 بنبدأ نحدد ونحدد الـ location ونحدد الـ LOD 300 هنا تقنف مرحلة تسليمة الـ design فندخل المعلومات حسب كل عنصر فيه جدول كامل الـ LOD 350 هو وصف من 300 فندخل بعض المعلومات المعلومات الخاصة بالتركيبات بعد ذلك المعلومات الخاصة بالتركيب وخاصة بالتركيب وخاصة بالشيلدروين بحسب الرجل يقدر ينفذها الـ record comment سوف ندخل كل المعلومات التي تنفذت فعلا سيفدنا في إدارة المشروع بعد ذلك الـ BINME يناسبه انتجريت الـ Project Delivery من أول المشروع يكون كل الأقسام تتناقش مع بعض الفسالة المنجيمة موجود معنا من أول المشروع كل الناس موجودة من أول المشروع لا نستطيع إخد من أول المشروع ون يتناقش مع أحد أخر لا يوجد معلومات وموجودة عن البيئة كل المشروع وفيه تتناقش مع معلومات وفيه تعاون بين أقسام وفيه التعاونة من أجلنا وفيه المشروع وكل الناس من المشروع وموجودة وموجودة معنا تنفذت إلى الموديل كما يستطيع تعدل يمكن أن ترى الجزء يمكن أن يكون موجودة في المعمارة فهو يجب ان يكون قادرة فهو يجب أن يكون خلاص و نعمل الاركيف للشغل كل فترة بحيث عندنا ورقة بتقول لحنا فصلنا في الشرف اللي نعمل كذا و يبقى مسجل الشغل موجود معنا نحط بعض القواعد بحيث ان احنا نعمل شك اذا كان المودل سليم ولا فيه حاجات غلط ففيه كذا نعمل انمال فحص في ان انا افحص بسوفت وير بجيب بسوفت وير يقولي اذا كانوا تشغل فعلا من طبق المواصبات ولا اقا في ان انا اعمل اكسره و ابدأ امشي في المبنى و اشوف المشاكل الموجودة في ان انا ابدأ اضبع بعض اللوح يعني فيه اكتر من طريقة كل طريقة فيهم بتركز على الحاجات وفيه حاجات تانية باش ما بتقدرش تخلي بالها منها هنا بنتفق بقى على موضوع الكلاش و بنبدأ نحدد ايه الحاجات اللي هتعملها بقى على موضوع الكلاش بسعب بقى فيه مصفوفة لنقدر نشوف ايه الحاجة اللي خطر جدا انها تعمل الكاش مع حاجة تانية يعني مثلا باش ينفع كهرباء مع مية تمام او فيه مثلا حاجات مية ما بتعتبرش بالنسبة لنا كلاش بقى بنبدأ نشوف ايه الحاجات اللي هها اولوية في المنظر فحص الكاشات هنا بقى نسجل الميتنج مثلا عندنا دات المشروع فهيبقى مرة واحدة بس موجود مثلا عند مكتب المالك من اللي هيحطره وكذا وفيه اجتماعات خاصة بالتزان كوردينيشن ممكن نخلها مثلا مرة كل اسبوع تسليماتها تبع عملت ازاي ايه سوفتور اللي هنستخدم في التسليمات يعني هسلمك المناث الاصلي ولا هسلمك بدي اف ولا اوتكات ايه البرامج اللي احنا هنشتغل بيها طبعا تختلف من المشروع المشروع مفيش حاجة اسمها ده البرامج الواحد اللي كويس باقي كل وحش لا حسب المشروع نفسه ده resource بمعربيا طبعا وفي الاخر الاختصارات اللي موجودة تقدر تشوف الاختصارات بحيث لو فيك المشروع ستقدر ترجع الى USFA ستقدر تغيره حسب المشروع ده ملف word تشتغل عليه متعدل فيه حسب المشروع